المسيرة التاعي أنا درست 17 سنة في الجزائر يعني المرحلة الابتدائية المتوسط والثانوية الحمد لله درست في الكثير من المدن لكن في المدرسة في المرحلة طور المتوسط والثانوي درست في الجزائر العاصمة الحمد لله تحصلت على شهادة البكالوريا بتقدير جيد جدا ودخلت الكلية الطب هنا في الجزائر العاصمة جميل شحل كان معدلتك أنا ذاك 17.93 الله يبارك يبارك فيك درست شهرين في كلية الطب في الجزائر العاصمة بعدها قررت نسافر إلى روسيا الاتحادية من أجل أيضا من أجل دراسة الطب أكيد وعلاش قررت أنك تروح خارج للوطن وما تقعد في الجزائر الموصلة للدراسة من جهة ومن جهة أخرى علاش الخيار تعقق على روسيا ومشي أوروبا كما نعرف التوجه الجزائيين عادة ما يكون نحو دول أوروبية على رأسها فرنسا أكيد القرار كان لسبب بسيط هو أنه كنت حاب نخرج من منطقة الراحة يعني كنت حاب نحط نفسي في مكان يكون عندي تحديات جدد يكون عندي عقبات نشتازها لكي أتطور شخصيا ومهنيا والحمد لله لماذا روسيا بالتحديد؟ أولا كنت مهتم بهذا الدولة ثانيا هو قرار مادي لأنه لو نتكلم على الجامعات اللي معروف أنه عندها مستوى متقدم في التعليم العالي الدراسة بها غالية جدا لكن ما كنت حاب ندير الكثير من الضغط على الأولياء لذلك قررت الدراسة في روسيا الاتحادي اللغة الروسية من أصعب اللغات في العالم أكيد اللغة العربية والصينية أصعب لكن اللغة الروسية صعبة جدا بدأت المسيرة التاعي في تعلم اللغة الروسية في مدينة فلادي كافكاس تعلمتها الحمد لله في ظرف وجيز وفي مدة سنتين لحقت باش نكون نفوز بالمرتبة الثانية في الأولمبياد العالمي للغة الروسية كلغة أجنبية أكيد كانت عندي الكثير من المكتسبات القبلية أكيد كانت عندي الكثير من المكتسبات القبلية في مختلف العلوم وفي اللغات الأجنبية أيضا لذلك أكيد التعليم اللي ديته في الجزائر والمجهودات اللي بذلتها أنا أيضا كانت مفيدة جدا في روسيا الاتحادية أيضا